هي التنمية جاية يعني جاية ما فيهاش هزار بصوا يا جماعة والله انا بكلب اجد مش هزار يعني نهاردة الصبح كان عندي منقشة طويلة مش مهم المناقشة كانت مع مين انا راجل اتولدت لام ناصرية بامتياز يعني ما اتقربش نحية الناصرية وزعيم جمال عبد الناصر وانا احب الزعيم جمال عبد الناصر الدعنية واحترمه جدا واختلف معاه تقريبا على طول الخط حلو؟ لان انا مش نصري خالص خالص يعني جزء من المناقشة دي وعليه منتكلم على اللي بيجرى في مصر حصل ايه مش عارف محمد علي صادقنا اللي كان قاعد فبيقول لي محمد علي له الفضل فيه شق الطرع ومش عارف عمل ايه والاناطر وكويس وحد تاين يقول لي وقصد الزعيم جمال عبد الناصر عمل وعبنا نتكلم كده انا الحقيقة وربنا سبحانه وتعلم يعني انا بقولك بس من الاخر كده واحنا بقى لكنا على هوا واحنا عاديين كده ايه مجموعة لطيفة وظريفة طوله بس اللي اتعامل ايام محمد علي وهو ما يطلق عليه بني مصر الحديثة وانا ضد ده تماما بس ماشي اتعامل ايام الخديوي اسماعيل اللي اتعامل بعد ثورة يوليو اللي اتعامل في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ايه لاخره كل ده كل ده وانا قلت له نصا كده كوم واللي حصل في السبع سنين ده اكتر من اللي اتعامل من سنة الف وتمنمية وخمسة لحد الفين واربعتاشر وبكتير وولا واحد ولا واحد مع حبي وتقديري ويعني وفيه من ابناء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مش اقول بقى اصدقاء دول عالراسي جميل اللي حصل في السبع سنين اكبر بكتير واهم بكتير بكتير ليه ممكن نقعد نحكي لحدوتا اقدر اقول لك حيطة زنططة كده حياة كريمة ده الوحدو باللي حصل من الف وتمنمية وخمسة لحد عشرين اربعتاشر ده لو حياة كريمة الوحدو على كل حدوتا وهتتحكي شكرا